اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نحل مشكلة المسافة الزائدة في القائمة للرقم 10 فما فوق اذا لاحظ بالترقيم الرقمي تحدث عندنا مساحة زائدة عند الرقم 10 فما فوق طبعا اذا نجي هنا ب14 مثلا نكتب محمد لاحظ انه راح يكون عندنا مساحة طبعا هذه المساحة ممكن نحلها بعدة طرق الطريقة الاولى نجي نحدد الارقام اللي بيها مساحة زائدة ومن الاعلى المصطرة طبعا لو كانت هذه المصطرة مظاهرة ممكن منعرض ونجي طبعا نفعل الخيار اللي هو المصطرة هذه المصطرة جيد طبعا نجي الى هذا السهم اليمين نسحبه الى الاسفل الى ان تكون القائمة ملتصقة جيد اذا لاحظ الان تم معالجة القائمة ولكن اذا لاحظ ان الرقم اصبح متقدم الى اليمين وطبعا هالشيء مصحيح اذا لاحظ انه الرقم من اليمين لابد انه يكون متساوي من اليمين والتقدم يكون من اليسار طيب نلتج الى الطريقة الاخرى طبعا نضغط كليك على الرقم واعتقد هذه الطريقة متوفرة بالاصدارات الحديثة من الاوفيس نضغط كليك ايمن ومن ثم ضبط المسافات البادئة طبعا نكليك ايمن على الكلمة اللي بعد الرقم اول كلمة بعد الرقم ضبط المسافات البادئة طبعا نجي هنا الى الخيارات ونختار مسافة ومن ثم نضغط على موافق اذا اجي اضغط على موافق راح يتم معالجة المسافات اذا لاحظ انه كل المسافات والارقام متساوية من اليمين طبعا لو اضفنا رقم جديد مثلا علي اذا لاحظ انه الارقام متساوية ومرتبة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة شكرا